اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في شرح كتاب الله عز وجل وتفسيره والتعليق على أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وكتاب عمدة الأحكام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذه الآيات مناسبتها لما قبلها أن الله عز وجل ذكر أن الناس يوم القيامة يكونون أزواجًا ثلاثة الأول السابقون وذكر في صدر هذه السورة مكانتهم وما لهم عند الله جل وعلا من الجزاء الأوفى الزوج الثاني أو القسم الثاني أصحاب اليمين وقد ذكر الله عز وجل جزاءهم يوم القيامة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربًا أترابًا لأصحاب اليمين ثلّة من الأولين وثلّة من الآخرين بعد ذلك يأتي في هذه الآيات ذكر القسم الثالث أو الزوج الثالث وهم أصحاب الشمال عافان الله وإياكم فمناسبة هذه الآية إذن لما قبلها أنه لما ذكر الأزواج الثلاثة وذكر ما يجزى به كل واحد منهم من عز مقيم وشرف عظيم في جنات النعيم في مشاربهم ومآكلهم وفرشهم وأزواجهم وجميع شؤونهم أردف بعد ذلك بذكر الزوج الثالث وهم أصحاب الشمال نسأل الله السلامة والعافية وبين في هذه الآيات كما سمعنا ما يلقاه هذا الزوج من العذاب والنكال والوبال وسوء الحال فهو والعياذ بالله يتلظى في السموم ويشرب ماء المهل ماءً كالمهل يشوي الوجوه ثم أعقبه بذكر السبب لماذا لماذا أصاروا من أصحاب الشمال ولماذا حصل لهم هذا العذاب والنكال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ينكرون البعث والعياذ بالله أوى آباؤنا الأولون ثم جاء الرد عليهم إذن هذا وجه مناسبة هذه الآيات لما قبلها وأنه لما ذكر الزوجين الأولين ذكر الزوج الثالث والقسم الثالث وهم أصحاب الشمال قوله وأصحاب الشمال الواو هنا عاطفة على ما قبلها تعطف هذه الجملة على ما قبلها من قوله والسابقون ثم من قوله وأصحاب اليمين وإذا جاءت الواو معناها أن هناك اشتراك أو عطف على الحالات السابقة فجاء هنا وأصحاب الشمال الواو هنا عاطفة ولما ذكر وفرغ سبحان من بيان ما أعده لأصحاب اليمين ذكر حال أصحاب الشمال وهذه قسمة قسمة حقيقية ومنطقية وواقعية لما تذكر الأزواج الثلاثة ثم يذكر جزاء كل زوج ناسب هنا أن يذكر ما أعده لأصحاب الشمال من هم أصحاب الشمال؟ أصحاب الشمال هم على خلاف ما ورد في الآية قبلها وأصحاب اليمين إذا كان أصحاب اليمين هم المؤمنون فإن أصحاب الشمال هم الكفار إذا كان أصحاب اليمين هم أهل الطاعات والتوحيد والقربات فأصحاب الشمال والعياذ بالله هم أصحاب الشرك والمعاصي والمنكرات والمخالفات والذي يظهر هنا أن أصحاب الشمال هم الكفار الذين لم يشرفوا بالإيمان لأن العصاة من المؤمنين بفضل الله جل وعلا أنه يقبل توبتهم وأنه كذلك إذا كان عندهم التوحيد والإيمان والمعتقد الصحيح شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله بتحقيق شروطها ومقتضاياتها وانتفاء موانعها فإنهم يكونون من جملة أصحاب اليمين على كلام أهل العلم في درجات أصحاب اليمين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ويدل على أن المراد بهم الكفار قوله جل وعلا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والمشأمة هنا الشمال وذكر جزاءهم عليهم نار مؤصدة ما إعراب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين مبتدأ خبره ما أصحاب اليمين الجملة الثانية وأصحاب الشمال مبتدأ ما أصحاب الشمال خبر وما بعدها في قوله في سموم وحميم يجوز أن يكون خبرا ثانيا لأصحاب الشمال أقصد هنا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال قوله في سموم وحميم خبر ثاني لأصحاب الشمال أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره تقديره هم في سموم وحميم أو جزاؤهم في سموم وحميم وظل من يحموم عافان الله وإياك قوله ما أصحاب الشمال الاستفهام هنا الاستفهام هنا إنكاري للإنكار عليهم أو للإنكار على من لم يدري بحالهم أي لا تدري ما لهم من الشر وشدة الحال يوم القيامة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال إذن عرفنا الإعراب وعرفنا مناسبة الآية لما قبلها وأيضا المراد بأصحاب الشمال قوله سبحان في سموم ذكر الآن جزاءه ما أعد الله لأصحاب الشمال الذين كفروا بالرسالات ولم يوحدوا رب الأرض والسماوة في سموم السموم شدة الحرارة شدة الحر يسمى سموم أي في حر نار تنفذ في المسام من شدتها تنفذ في مسام الجسم وهي الثقوب التي في البدن وتحرق الأجساد والأكباد والعياذ بالله هذا المراد بقوله في سموم يعني في حالة إما من السموم وهو الحرارة أو من المسام حيث تنفذ الحرارة والنار إلى مسام أبدانهم وأجسادهم وهي الثقوب التي في الجسد تدخلها النار والعياذ بالله وهذه عاقبة وخيمة تقتضي من المؤمن أن يحمد الله على إيمانه وأن يأخذ بعوامل الثبات على الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة وأن يحذر من حال أصحاب الشمال وما كانوا أصحاب الشمال وهم الذين ينالون كتبهم وصحائف أعمالهم بشمائلهم كما أن أهل اليمين هم من يشرفون بأخذ كتبهم بأيمانهم أقول أن هذا الأمر يقتضي من المسلم أن يحذر طريقة ومنهج أهل الشمال فيكون على توحيد خالص وإيمان صادق وعبادة تامة وأخلاق عظيمة وقيام بالواجبات والأوامر وحذر من المخالفات والزواجر لأنه في هذه الحياة في ابتلاء في ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم ذكر سبحانه تتابع جزائهم الخطير فقال بعد قوله في سموم زاد عليه أنهم ينالون مع السموم الحميم فقوله وحميم الواو هنا أيضا عاطفة في ذكر جزائهم ونكالهم وعاقبة أمرهم والحميم هو شدة حرارة الماء الماء شديد الحرارة في درجة حرارة عالية يسمى الحميم بالغ النهاية في الحرارة وهذا لخطورة لخطورة أمرهم وعظم شأنهم سلبا لأن أهل الإيمان في جنات ونعيم كذلك أهل الشمال والنار والعياذ بالله في سموم وحميم الذي هو شدة الماء الحار ومن يطيق يتفكر الإنسان في ذلك والعياذ بالله فيكون ذلك دافعا له لترك طريقة الكفار والمنافقين والمشركين الذين يقعون في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال سبحانه وظل تلاحظون لأول واهلة أن الظل نعيم لكن هنا ظل الكفار والعياذ بالله من نوع آخر لأنه ظل من يحموم إذا اشتد عليهم العذاب والسموم والماء الحار استنجدوا وأرادوا الذهاب إلى الظل فيؤخذ بهم إلى ظل من دخان يحموم أسود بهيم فإن فإن اليحموم هو الدخان والأسود من كل شيء وتصور ظلا مليئا بالدخان والعياذ بالله الكثيف الأسود الذي لا يعرف الإنسان لا يعرف الإنسان نفسه فيه ولا يعرف أحد من أحد لشدة هذا الدخان وسواده وظل من يحموم وليحموم هو من الحمة يحموم على وزن يفعول من الحمة وهو الفحم أو من الأحم وهو الشيء الأسود تقول العرب أسود يحموم إذا كان شديد السواد قال الضحاك رحمه الله النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها أسود ولهذا لا يكون في الجنة الأسود إلا الخال وأشفار العين والحاجب أما حتى من كانت بشرتهم سوداء في الدنيا فإنهم منعمون بالبياض في الجنان والمعنى أن أهل الشمال والعياذ بالله يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلا من دخان جهنم شديد السواد ثم وصف هذا الظل لأنه من يحموم ظل من يحموم ومن هنا بيانية لبيان أي عذابهم وجزائهم وظل من يحموم ثم وصفه في الآية التي بعدها بقوله لا بارد ولا كريم هذا تأكيد على شدة عقابهم وجزائهم والعياذ بالله الأصل في الظل أن يكون باردا لكن ظل أهل الشمال من يحموم وليس ببارد كسائر الظلال التي تكون باردة بل هو حار شديد الحرارة وشديد السواد لأنه من دخان نار جهنم ثم قال ولا كريم الكريم هنا معناها النافع لأن الأصل في الظل أن يكون باردا نافعا من أذى الحر لمن يأوي إليه أما والعياذ بالله ظل أهل الشمال فإنه نفى أن يكون باردا أو أن يكون كريما نافعا لمن يستظلون به ويأوون إليه نفى بذلك ما أوهم الظل الظل يوهم الاسترواح والبرودة والنعيم والنفع لكن ظل أهل الشمال والعياذ بالله ظل من يحموم لا بارد كظل أهل اليمين ولا كريم نافع كظلهم وإنما هو والعياذ بالله ليس كذلك من هذا الخير الذي فيه أهل اليمين بل هو على ضده فسماه ظلا ثم نفى عنه صفات الظل المعروفة من النعيم في وصفه بالبرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى الحر لتحقيق أنه ليس بظل والكرم صفة لكل ما يرضي ولا كريم لكن ظل أهل الشمال يقصد يقصد لبيان هاتين العقوبتين أنه لا بارد ولا كريم والظل يقصد لفائدتين وهي بردته وكرمه بمعنى أنه يدفع أذى الحر عن المستضل تحته وأهل الشمال لا تحصل لهم الاستراحة بالبرد لعدمه كما في البيوت المسددة الأطراف بحيث لا يتحرك فيها الهواء فإن من يأوي إليها يتخلص بها من أذى حر الشمس وإن لم يستروح ببردها والسياق جاء للتهكم ولشدة السخرية والعقوبة والعذاب على أهل الشمال الذين كفروا بالله عز وجل وهذا جزاء الكافرين أنهم ينالون كتبهم بشمائلهم ثم لهم والعياذ بالله العذاب الشديد الذي ذكره الله عز وجل فذكر أنه ظل من باب التهكم السخرية بهم لكنه ظل ليس كظل أهل اليمين وليس كظل حتى أهل الدنيا الذي يستظلوا به من الحر وكذلك تجلب فيه البرودة والنفع ففيه تهكم بهم وسخرية وأنهم ليسوا أهلا للظل البارد النافع الكريم الذي هو لأهل اليمين وأهل الجنة من أهل اليمين وأهل السابقين قال سعيد بن المسيب رحمه الله في قوله ولا كريم أي ليس فيه حسن منظر حتى حسن المنظر ليس فيه وكل ما لا خير فيه فليس بكريم وما فيه الخير فهو الكريم وقال الضحاك لا بارد ولا كريم أي ولا عذب وقرأ لا بارد ولا كريم وهذه قراءة الجمهور قراءة الجمهور بالجر بالجر عطفا على ما قبلها في سموم وحميم وظل من يحموم السياق في سياق الجر والخفض ثم ذكر هذه الصفة لا بارد ولا كريم وقراءة الجمهور بالجر والخفض وقرأ ابن أبي عبله برفعهما لا بارد ولا كريم على تقدير لا هو بارد ولا كريم والقراءة الأشهر هي قراءة الجمهور ومعنى هذه الآيات معناها الإجمال أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الشمال وذكر حالهم وأنها حال لا يستطاع وصفها ولا يقدر قدرها من نكال ووبال وسوء منقلب والعياذ بالله ثم فسر هذا المبهم بقوله في سموم وحميم أي في حر ينفذ المسام والعياذ بالله في الأجسام وماء متناهن بالغ وصل الغاية في الحرارة والعياذ بالله وظل من دخان أسود ليس بطيب الهبوب ولا حسن المنظر ولا بنافع لأنه دخان من سعير جهنم يؤلم من يستغل به كما أن أهل النار إذا طلبوا الماء يسقون من الماء الحميم والعياذ بالله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله وكذلك في قوله تعالى يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وذكر السموم الذي هو الريح المتعفل يتحرك من جانب إلى جانب فإذا شم الإنسان منه فسد قلبه بسبب عفونته والعياذ بالله إلى درجة أنه يقتل الإنسان وهذا من عذاب أهل الشمال عياذا بالله والحميم الذي هو الماء الحار ولم يذكر النار لم يقل في نار وإنما قال في سموم لأن المراد هنا الإشارة بالأدنى إلى الأعلى فإن هواءهم إذا كان سموما وماءهم الذي يستغيثون به حميما والعياذ بالله مع أن الحواء والماء من أبرد الأشياء وأنفعها إذن فما ظنك بنارهم نسأل الله السلامة والعافية ونحو هذه الآية قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين والخلاصة أن السموم تضر بهم أو تضربهم فيعطشون وتلتهب تارة أحشاؤهم فيشربون الماء فيقطع أمعاءهم ويريدون الاستضلال بظل فيكون الظل من يحموم ثم ذكر سبحانه وتعالى أعمالهم ذكر أعمالهم التي جعلتهم يستحقون هذا العذاب الأليم فقال سبحانه إنهم كانوا قبل ذلك مترفين والترف قد يدعو إلى الكفر والعياذ بالله وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا ينكرون البعث يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وفي ذكر أعمالهم دعاء أو دعوة إلى ترك هذه الأعمال من أهل الإيمان ومن قارئ كتاب الله عز وجل دفعهم ترفهم إلى الكفر بالله وجحد آياته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى إنهم أي أصحاب الشمال استحقاقهم لهذا العذاب لأنهم فإذن هذا السياق في سياق التعليل إنهم كانوا قبل ذلك أي إن أصحاب الشمال كانوا في الدنيا قبل ذلك أي قبل ما ذكر من سوء العذاب النازل بهم أو قبل يوم القيامة كانوا مترفين منعمين بأنواع الترف من المآكل والمشارب والمساكن والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم أن عذبوا بنقائضها وليس في هذا عيب في هذه النعم من المآكل والمشارب للإنسان أن يتنعم بما أحل الله له من الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن لا تدعوك هذه النعم من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب إلى الترف وإلى العلو وإلى الجحود وإلى كفر النعمة وإلى ترك الطاعات وإلى استمراء المعاصي والمنكرات والمخالفات بل من أنعم الله عليه ينبغي أن يكون شاكراً لنعم الله عز وجل بإخلاص العمل له وتوحيده والإيمان به وقيامه بالعبادات التي شرع الله عز وجل ومحاذرته ومحاذرته للمعاص إذن في قوله إنهم بيان لأمرين إما أنهم كانوا منعمين في الدنيا فعوقبوا بنقائضها في الآخرة فإذ لم يشكروا نعمة الله عز وجل أو أن ذلك يكون حتى في سياق ذم الترف في الدنيا وعدم التوسع فيها لأن ذلك قد يدعو إلى الأشر والبطر والترف والأصل في المسلم والمؤمن أنه شاكر لنعمة الله متقلل من أمور الدنيا لكن من أنعم الله عليه فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فلتكن عونا له على طاعة الله فالغني لا يزيده غناه إلا إنفاقا في سبيل الله وهكذا في كل من ينعم نعمة في الدنيا فإن عليه أن يؤدي جزاءها في الدنيا بشكر نعمة الله عز وجل وبذل ما أفاء الله عليه من النعم فيما شرع الله سبحانه فالعالم بعلمه والغني بصدقته وجوده وكرمه على عباد الله وعلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات وهكذا إذن لم يكن هذا الغنى للمتصدق سبباً في ترفه وإنما كان سبباً في بذله وكان من الصحامة رضي الله عنهم من هم من الأغنياء كعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وكانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله فعثمان جهز جيش العسرة وأيضاً بئر رومة وكذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في تجهيز ما يحتاج المسلمون في الغزو والجهاد في سبيل الله فقد تصدق بألف ناقة بأحلاسها وكل ما تحمله في سبيل الله إذن ليس العيب في النعمة وإنما العيب في كفر النعمة وكونها سبباً إلى الترف والأشر والبطر الذي قد يقع فيه من لم يعرف نعمة الله عليه بل جحدها وأنكره إذن قوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي منعمين بأنواع النعيم التي جعلتهم يستكبرون ويجحدون ويتعالون فكانت النعم دافعاً لهم على الأشر والبطر والعياذ بالله كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليضغى الرآه استغنى أو أن المراد أنهم عذبوا بنقائضها إخبار أنهم كانوا منعمين فيحرمون من هذا النعيم الذي أخذوه في الدنيا كما قال تعالى عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام لكن النتيجة والنار مثوى لهم والعياذ بالله عرفنا أن هذه الآيات جاءت في سياق التعليل لماذا أصحاب الشمال في هذا العذاب لأنهم كانوا قبل ذلك مترفين وفي هذا خطورة الترف والبذخ والإسراف والأشر والبطر الذي يقع فيه بعض الناس ومن خطورته أنه يدعو إلى الكفر والعياذ بالله وجحد الربوبية والألوهية وانصراف الناس الذين هذه حالهم عن العبودية لله تبارك وتعالى ثم ذكر من صفاتهم وللعطف في بيان أيضا سياقات التعليل وكانوا يصرون وكانوا يصرون على الحنث العظيم كانوا أيضا في سياق الإخبار عنه في الدنيا يصرون الإصرار المداومة والمواظبة على الشيء محمودا كان أو مذموما فالإصرار على الخير خير والإصرار على الشر شر والعياذ بالله وجاء أغلب الإصرار في سياق الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات فقوله وكانوا يصرون يداومون ويواظبون على الحنث العظيم الحنث الذنب أيًا كان الذنب الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل أو حتى الإصرار على الذنوب الكبائر ومداهمة الإنسان الموت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل لكن سياق هذه الآية أنه الشرك الحنث هنا الشرك والكفر ومنه قولهم بلغ الغلام الحنث أي الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم والمراد به المؤاخذة بالذنب فهو يبلغ ليؤاخذ بذنبه وقال بعضهم بعض المفسرين أن الحنث هنا الكذب الحنث الكذب وأخطر الكذب الكذب في جنب الله وفي ذات الله سبحانه وربوبية وألوهيته فالإيمان صدق والشرك كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا يحلفون بالله مع شركهم أنه لا يبعث الله من يموت ويدل عليه قوله تعالى في آخر السياق ثم إنكم أيها الضالون المكذبون هذا يعضد قول من قال من المفسرين أن المراد به الكذب والكذب الكفر يكون من الكذب والشرك يكون من الكذب وسائر أنواع الكذب فإنه على دركات والعياذ بالله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الكذب والعياذ بالله يدعو إلى النار يدعو إلى الفسوق والفجور والفجور يدعو إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فليحذر المؤمن الكذبة والكذب والكاذبين وما أكثرهم اليوم والمفترين فيما يسمى بالإعلام الجديد ومواقع التواصل وهذه المواقع التي تمتلئ كذباً وافتراءاً وزوراً على الصالحين وعلى العلماء وعلى أولاة الأمر وعلى أهل الخير في الأمة فليحذر المسلم هذه الدركات وهذه المواقع التي تجعله ينساق وراء هذه الشائعات المغرضة والأكاذيب والافتراءات الخاطئة ويكون وراء هذه كما لا يخفى عليكم أجندات خطيرة ضد العقيدة وضد الإيمان وضد الاجتماع على الحق وضد مكانة ولاة الأمر المسلمين والعلماء والأئمة والصالحين والدعاة الصادقين وهذه البلاد خاصة فإنها محسودة وإنها مستهدفة لأنها قبلة المسلمين وفيها الحرمان الشريفان ومكة والمدينة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وبلاد التوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة القويمة والجماعة التي تقتضي السمع والطاعة فليكن المسلم على حذر من هذه الصفة المقيتة وهي صفة الكذب والانسياق وراء الكاذبين وأماكنهم ومواقعهم والحكمة والله أعلم في ذكر سبب عذابهم مع أنه تلاحظون لم يذكر لم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم لما ذكر أصحاب اليمين قال في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ما قال لأنهم كانوا مؤمنين وصادقين ومخلصين وعابدين وش الفرق بين السياق هنا والسياق هناك والحكمة في ذلك مع أنه لم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم فلم يقل إنهم كانوا مؤمنين وشاكرين ومذعنين التنبيه على أن الثواب من الله فضل وأنه قد لا ينال بمجرد العمل كونهم مؤمنين أو صادقين أو شاكرين لا يؤهلهم ذلك إلى النعيم لأن النعيم فضل من الله لن يدخل أحدكم أو أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فإذن النعيم فضل فلا يناسب أن يأتي في النعيم ذكر لأنهم ولأنهم لأنه فضل الله أما العذاب فإنه عدل تأخذ أيها الكافر وأيها الظالم وأيها المقصر بتقصيرك بكفرك أيها الكافر بظلمك أيها الظالم وهكذا فهذا الفرق بين السياقين أن هذا فضل اليمين فضل والشمال عدل العذاب عدل يقتضي أنه يذكرهم بجرائمهم التي استحقوا من خلالها هذا العذاب العظيم إذن فالثواب فضل لا تستوجبه طاعة المطيع ولا شكر الشاكر أما العقاب فإنه عدل فإذا لم يعلم سبب العقاب إذا لم يعلم سبب العقاب لأنهم كانوا وكانوا مترفين قد يظن أن هذا ظلم ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نفقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نقف عند هذا الحد لشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني من كتاب الصلاة قال الحافظ رحمه الله نعم أورد الحافظ رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام من باب المواقيت في كتاب الصلاة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس حسن هذا هو الحديث الثاني من كتاب الصلاة في باب المواقيت الحديث الأول حديث أي الأعمال أفضل قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها فلما ذكر في الحديث الأول الصلاة على وقتها ذكر الآن في الحديث الثاني تفاصيل المواقيت إذن هناك العموم وهنا الخصوص هناك الإجمال وهنا البيان فذكر الآن مواقيت الصلاة كل فرض على حدة بدءا بصلاة الفجر حديث عائشة رضي الله عنها تبين لنا عائشة رضي الله عنها وقت صلاة الفجر متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بعد أن ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها عموم الوقت ناسب هنا أن يذكر الحديث الثاني المصنف رحمه الله في بيان تفاصيل المواقيت وأول الأوقات في الصلاة صلاة الفجر متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر هذه عائشة رضي الله عنها وهي أخبر الناس أو من أخبرهم وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله هي كان ينام عندها فيقوم من النوم فيصلي ما كتب الله ثم يخرج للفجر يصليها متى كان يصلي ذكرت لنا الحالة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس إذن متى كان يصلي كان يصلي الفجر بغلس والغلس هو شدة سواد الليل وظلمته مع بداية الفجر ولهذا وقت الفجر من طلوع الفجر من دخول الفجر الثاني إلى طلوع إلى طلوع الشمس هذا هو وقت الفجر وهو نوعان إما غلس وإما إسفار غلس يعني لا زال الليل والإسفار بدأ النهار ولهذا اختلف آل العلم في وقت صلاة الفجر على قولين في الأفضل على قولين فذهب جمهور آل العلم إلى أن الأفضل الصلاة بغلس يعني في ظلمة الليل مع بداية الفجر مع أول الوقت أول وقت الفجر وذهب الحنفية في القول الثاني وجملة من التابعين إلى أن الأفضل الإسفار يصليها إذا بدأ السفر بداية النور الذي يكون بعد بداية الوقت وبعضهم يقول إنه يصلي بغلس ليطيل القراءة حتى يسفر ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خرجوا أحيانا يرون الإسفار وأحيانا يكون ذلك بغلس وقد يكون ذلك على حسب إطالة الإمام القراءة أو إيجازها والسنة في صلاة الفجر أن تطال القراءة ولهذا في حديث في حديث الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم وحديث أيضا بلال قال كم كان بينهما قال قدر خمسين آية أو ستين آية هذا هو النسبة قد تطول قد تقصر والإمام الفقيه يعني من فقه الإمام أي راعي أحوال الناس كما نحن يعني في الحرم مع زحام الناس وفي مواسم الحج قد يقتضي الأمر أنه يخفف لمراعاة لأحوال الناس إذن هذا جملة ما في هذا الحديث من الفوائد المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب المواقيت من كتاب الصلاة ليدلل على بيان متى وقت الفجر وأن اختياره لاختيار المصنف اختيار الجمهور أنه يصليها بغلس بغلس أن يبادر بها قبل الإسفار والمصنف بذلك سار على منهج المحدثين الإمام البخاري رحمه الله بابا يعقد بابا بوب بابا وسماه باب وقت الفجر وأيضا أبو داود في السنن باب وقت الصبح وهكذا ابن ماجه باب وقت صلاة الفجر والنووي في شرح مسلم قال باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها كان في قول عائشة رضي الله عنها كان هل كان تعني في الزمن الماضي ولا الزمن الماضي مع الحاضر ويقتضي أيضا المداومة والتكرار قاعدة لغوية حينما تدخل كان على الفعل المضارع فإنها تدل على التكرار كان يصلي ما قالت كان أو صلى فهنا إذا دخلت كان على الفعل المضارع فإنها تقتضي التكرار والغلبة المواضبة قد تستفاد وقد تستفاد من دليل آخر فهذا ما ذكره يعني أهل العلم في معنى قوله كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس وعرفنا أنه دخول الوقت بغلس وقد يكون دخوله وخروجه يعني ينتهي من الصلاة وهو لا زال في الغلس أو يبدأ بالغلس ويصلي حتى يسفر أو يصلي مع بداية الإسفار وينتهي مع شدة الإسفار هذه ثلاث حالات كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام على أن الدائمة والمتكررة من حاله أنه كان يصلي الفجر بغلس أي في أول وقتها مع وجود الليل مصنف رحمه الله شراح الحديث ذكروا أنه لم يسفر عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر يعني يصليها بداية دخولا بالإسفار إلا في حالتين يا الله يا فقه إذا كنتم تدرون وحدة في مزدلفة في جمع لأن يعجل لأن وراءه أشغال كثيرة في يوم النحر فهنا صلى سوى يعني مرتين حينما صلى به جبريل عليه السلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والثانية كما في حديث سليمان ابن بريدة حينما سأله النبي عفوا المزدلفة كانت بالتغليس بل بداية البداية حتى يتيسر له أما الإسفار ففي تعليم جبريل عليه الصلاة والسلام له الصلاة عليه الصلاة والسلام وأيضا حينما سأله الرجل عن مواقيت الصلاة وقال له وقت صلاتكم بين هذين أو بين ما رأيتم صلى الأول في الغلس وصلى الثانية في الإسفار ولهذا ترجم ابن حبار رحمه الله في الصحيح ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسفر بصلاة الغداة وهي صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح وصلاة الغداة إلا في هذه المرة حين سأله السائل عن أوقات الصلوات فأرد إعلامه إعلامه عمليا وفعليا وحين أمه جبريل وقال له يا محمد الصلاة بين هذين في ابتداء فرض الصلاة وما عدا هذين الوقتين والحالين والموقفين في صلاته إسفاراً لم يصل الفجر إلا بغلس ومنها ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة واضح؟ أذكر الحالتين التي صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإسفار حالة الأولى حينما علمه جبريل وقت الصلاة والتعليم يقتضي إنه مرة في الأول ومرة في الأخير وما بين الأول والأخير وقت مشاع ومفتوح فالصلاة لها أول أول الوقت آخر الوقت وسطه أثناء وهكذا والثانية لما سأله الرجل عن أوقات الصلوات الصحابي الجليل أخبره عليه الصلاة والسلام بذلك فصلى مرة بالإسفار ومرة بالغلس وقال وقت صلاتكم بينما رأيتم ما قول الجمهور في صلاة الفجر في الوقت أن الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو السنة يصلي بغلس وعائشة رضي الله عنها استشهدت بحاله بموقف كان الصحابيات يصلين مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيخرجنا من المسجد متلفعات بمروطه لا يعرفهن أحد ليه ما يعرفهن أحد لأن الوقت وقت غلس وقت ظلم لا زال الوقت في أوله قالت رضي الله عنها فيشهد أي فيحضر نساء يشهد يعني يحضر قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي حضره النساء من الجمع الذي لا واحد له ما واحد النساء نساء لا واحد إذ الواحد امرأة وله نظائر كثيرة قولها من المؤمنات وفي رواية مسلم نساء مؤمنات وصورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه والتقدير نساء الأنفس المؤمنات أو نساء الجماعات المؤمنات أو نساء ها هنا فاضلات النساء المؤمنات هذا هو التقدير وكل هذه المعاني متقاربة قال القاضي عياض وكلها بمعنى يعني بمعنى واحد وقال البدر العيني والكل يرجع إلى معنى واحد قولها رضي الله عنها نساء من المؤمنات يحتمل أن هذا وصف لهم أي بيان لوصفهم ليخرج المنافقات والعياذ بالله وقيل ليخرج الكافرات وقيل المراد المؤمنات زيادة في الوصف والقول الأول والله أعلم أنه ليخرج المنافقات هو الأولى قولها متلفعات ورد متلفعات وورد متلففات وكلهما وارد متلفعات بالعين المهملة بعدها فاء أي متلحفات كما فسره المصنف بإثر الحديث والتلفع التلفع هو الالتحاف مع تغطية الرأس أي مغطيات رؤوسهن وأجسادهن ورؤية متلففات بتكرير الفاء والمعنى متقارئ إلا أن المتلفع يستعمل مع تغطية الرأس والمتلفف تلفف تلفيف الجسد أو لف الجسد كله قال ابن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس والتلفف يكون مع تغطية الرأس وكشفه ولهذا يمكن أن تقول كل متلفع متلفف وليس كل متلفف متلفع واضح نعم قوله متلفعات قرر هذه الرواية القضي عياض والحافظ بن عبد البر ويظهر أنها رواية عند المالكية عند المالكية رحمهم الله تعالى متلففات أو متلفعات بمروطهن المروط جمع مرط والمراد به الكساء المربع من الصوف أو الخز وقيل وقيل سداها شعر والواحد مرط بكسر الميم وسكون أره والغلس اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل مع تفسير المصنف رحمه الله وروي أيضا بغبش يصلي بغبش وروي بغلس والمراد هو المعنى الغبش يعني غبش الليل اختلاطه بضياء الفجر وهذا كما قلنا هو الذي درجت عليه السنة وهو المعمول به في هذه البلاد الصلاة في أول الوقت الأذان في أول الوقت في أول وقت الفجر وروي الغبس أيضا إذن الغلس والغبش والغبس أو الغبس كل ذلك مما روي وإن كانت الرواية الأخيرة مرجوحة وقد غلطها بعض المحدثين ما يعرفهن أحد من الغلس وفي الموطأ ما يعرفن من الغلس كما قلنا أنه يحتمل أمرين ما يعرفهن ما المراد بما يعرفهن أحد من الغلس هل ما يعرفهن من نظر إليهن أرجال أم نساء أم أنه لا يعرفهن بأعيانهن عائشة من خديجة من مريم من رقية هذان قولاني لأهل العلم لا يعرفن أرجال أم نساء من شدة الغلس إنما يظهر إلى الرأي أشخاصهن خاصة ذكره القاضي عياب وغيره والثاني أنه لا يعرفن أنهن نساء لا تعرف أعين أعيانهن خديجة من عائشة من مريم من رقية إلى آخره والذي يظهر الأول وبعضهم رجح الثاني وإن كان الأليق أنه يكون الأول لأنه لا ينبغي للرأي أن يتفحص في النساء هذه فلانة ولا فلانة ولا فلانة لكن يعرف من بعيد هي رجل أو إمرأة ولهذا هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر